تحفيز الموقت والذين هدفهم في الحياة هو قتل التحفيز وعندما قلوا قتل التحفيز أعني بالمعنى الحرفي قتل التحفيز يعني بمجرد أن تكون متحفزا بشي ما يتقدمون إليك مثل وحوش الظلام الذين اعتادوا أن يعيشوا في الكهف يخافون من نور الشمس أن تحرق إجسادهم فيأتون إليك ببعض الأفكار وبعض التوجهات التي تجعل تحفيزك يتدمر وهذا ما نقصد به بمعنى التحفيز الموقت ولكن سستمر في التحدث لكي تصل الفكرة بمعنى نصح وذق وأكثر تفصيلا عندما يكون لك تحفيز في اتجاه مجال ما أنت تحبه مثل إدارة الأعمال مثل الرسم الموسيقى تود أن تكون رجل أعمال تودينها أن تكون إمرأة أعمال تود أن تكتب كتاب تود أن أي مجال التمثيل غيرها يكون وحن لك تحفيز تجاه هذا الشيء ويصبح العقل يتخيل نفسه في ظروف مختلفة اتجاه ما يحب ولكن السؤال هل هذا الشيء الذي أنت تريده وحقا أنت تريده أم لأنك رأيت أنه يجني كثيرا من المال فقط فإن كنت تراه أنه يجني كثيرا من المال فقط فسرعانا ما يموت هذا التحفيز لمجرد أن تعتاد على العمل ويترى فيه الصعوبات والمشاكل فيموت التحفيز هنا ولن يصبح للمال لده لأنك سوف تكون منشغلا ليس بأشياء أنت تحبها وأنبى بأشياء أنت لا تحبها ومجبر عليها هذا من ناحية من ناحية أخرى حين يكون لديك فكر خلاق وأدركت فعلا الشيء الذي تحب والذي يتعليك على صورة إلهام ربما أو ربما بعد تأملات عميقة أدركت ما هو الشيء الذي تريده والذي ترى أنه مهما في حياتك أو هدفا لك ما في الحياة فتتقدم به بكل قوة وكلما تعلمت كلما وجدت نفسك فرحا وخشفت كثير من الرموس والمفاهيم والعلم والتقافة على أي صعيد أنت أردت الفن الموسيقى الأعمال التصويق أي مكان بمجرد أن تأخذ هذه المعلومات وتخرج بها إلى أولئك الأشخاص الذين لا يزلون يعيشون في كهف الظلام بكل تحفيز أنت دام وأنت هناك لكي تعطيهم قطعة صغيرة من بعض النور فترى الاستهزاء ما يقول لك ها نسيت أنت للك اللحظة لم تكن تدرس ها نسيت أنك يعني هل أنت الآن تعلمت جملتين وهتيت تتفلسف علينا هل أنت هنا حينا الشخص يسقط في كلا من الشيئين الشيء الأول يستسلم لأولئك الذين يعيشون في كهف الظلام ويرى الضعف النفسي له وعدم ضبط النفس فيخاف من الانتقاد ويخاف من التقدم والمضي قدما ويعود إلى كهفه لكي يستلقي مع أولئك البائسين الفاشلين الذين لا يعلمون أي شيء عن الحياة معتدين عن كهف الظلام فيستلقي هناك ويقول هذا أمان لي من صراعات أنا في غنى عنها وهذا هو التحفيز الموقت بمعنى نصح وهناك شخص آخر يقول انتقادوني وهذه علامة على النجاح انظر إلى عدد أكثر من عشرة ألاف وعشرات الألاف من الأشخاص الذين تم انتقادهم عبر التاريخ وعبر وقتنا الحالي وهي علامة للنجاح أنني على الطريق الصحيح فيخرج من كهف الظلام فورا لكي يضع نفسه في حلقة المتنورين والذين يسعون إلى تحقيق حياتي أفضل فالشخص الأول اعتاد على كهف الظلام وخاف من النور وعاد ليستلقي بين أولئك المخذرين والشخص الآخر خرج من الكهف بكل ما فيه من ثلوت ليذهب إلى النور وباتجاه الشمس والمعرفة وهناك أيضا أشخاص الذين تتهم بعض نزوات الحب المشروط وعندما تحدث عن نزوات الحب المشروط أتحدث عن الشخص الذي فعلا يكون أحيانا تعلم شيئا ما ويتهب به إلى وليك الذين يعيشون في الكهف ليخبرهم بها سدت وقارب ليس كل شيء ملائما لكل شخص وليس كل معلومة ملائمة لكل فكر فهناك فكر مخدر يحتاج إلى معلومات مخدرة لأنه في صندوق أسود لا يمكن أن تضع له نور قبل أن تقوم بتنظيف المكان إن أردت أن تضع أتاتا راقيا وجميلا في منزلك تحتاج أولا أن تهدم بعض الشاي في المنزل وتصيق بالماء وتنظفه وتلمعه ليصبح جميلا ومن ثم تضع الأتات فليمكن أن تضع الأتات مع أوساخ كانت فيه بالداخل ولا يمكن أن تضع الأتات الجديد مع الأتات القديم فيعطي منظرا ليس صالحا وليس جميلا وهذا مثال فقط عن وضع فكرك أو وضع معلومة ما في فكري شخص مخدر لا يعلم يمنى تناوي أسرى أنا هنا لا أفضل أي فكر عن أي فكر أو أي وجهة نظر مع أي وجهة نظر وإنما أتحدث عن الفكرة الحرة الذي يكون متقبلا لجميع الأفكار ولكن لا يصح أن تضع فكرة ما متنورا في شخص نعتات أن يجلس في الظلام قبل أن يقتنع الشخص بأنه في الظلام ويخرج إلى النور فعندما تكون في غرفة مظلمة وهذا بسطة مثال عندما تكون في غرفة مظلمة لفترة من الزمن ويأتي شخص ما بنوره ليفتح لك النور فتقول له اغلق 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 النور عني تؤلمني وهذا فقط تعبيرا مجازيا للشخص الذي أتى بالنور والشخص الذي يكون في غرفة الظلام فإن أردت أن تسلك التحفيز فلوجد شخص يحفزك غير نفسك نضال ربما يعطيك بعض الإرشاد الآن من هذا الفيديو ربما يجعلك تطق في نفسك أكثر ربما يجعلك تنظر إلى أفكارك وتصلح فكرك إن أردت أنت ذلك وليس إجبارا ولا تأخذني نزوات الحب المشروط لكي يجعله شخص ما إجبارا يغير فكرة فأنا لست مجبرا على ذلك إلا لمن أراد طريق النور لربما أعطيه لإرشاد ولكنني لست قدميه ولست يديه لكي أحركه مثل الروبوت واجعله يتقدم النية الصافية من الداخل تنبع عندما يكون الفكر واعيا كثير من الرغبات التي تأتين بداخلنا تكون في لا شعور معمية وتأتينا أحيانا على هيئة أحلام على هيئة تخيلات على هيئة كذا لكي تعبر عن نفسها لعل ذلك الفكر المخدر يستيقض ويذهب في طريق النجاح الحقيقي لكن ترى أن النية بعيدة كل البعض عن الفكر فترى النية والفكر شيئان مختلفان كاختلاف الحياة والموت ترى نية صادقة وفكرا مخدر والفكر هو المسيطر عن النية النية إن لم تتمسك بها وترى العالم من منظور مختلف لن تتغير هناك أشخاص يكونون في فكر جماعي في بيئة معينة لا يرون أي فكر آخر نهائي بل ويقتنعون أن فكرا مو الصحيح فقط فأنا أردت أن تتعيقا أو تصل إلى التحفيز الحقيقي لا يوجد أفضل من تحفيز نفسك نعم الطريق ممتلئة بالأشواك والعبور إلى النفس من الداخل لكي تحفزها قد تكون أصعب من القفز من فوق مبنى عالي لأن تحفيز الدات من الداخل والتحفيز الدات لنفسك صعب وقد يأخذها شواطا طويلة لأنك سوف تظهر مثل المجنون أمام من معك في المنزل أو بين أصدقائك أو بين أشخاص أخرون سيرونك تحلم وسضعون لك مصطلحات هكذا فقط ونما سأقوله لك الآن عزيزي إن أردت أن تأخذ النصيحة من شخص ما أود منك أن ترى إلى شيئين الفكر لذلك الشخص وتنظر إلى نجاحات ذلك الشخص لقد سبقت الفكرة على النجاح لأن النجاح قد يكون وحيانا بطرق ملتوية ويكون الفكر مخدرا وسرعانا ما يزول النجاح ولكن إن كان الفكر حرا واحيا حتى من لم يكن النجاح في الوقت الحالي فوات لا محالة التحفيز الذاتي التحفيز الذي ينبع من الداخل هو أعظم سرا يمكن للإنسان أن يكتشفه نحن نعيش في عالم يكون فيه سترس الصباحي الجري للدهاب إلى العمل والانتقادات والعودة إلى المنزل الصراخ على الزوجة على الأطفال النوم نصيقض اليوم الآخر لنفس الروتين ربما لا نرى مثل مثل هذه الظواهر التي تكون من الداخل كالتحفيز الذاتي وغيرها ربما نحن بعيدون كل البواد عن الذات وبسبب هذا الروتين اليوم نستطيع أن نرى كثير من الأشياء ننام في الليل نستيقض في الصباح وربما ما قلته الآن سوف يكون غريبا لكثير من الأشخاص تحتاجوا في بعض الأحيان إلى مرشد لكي يحفزك في البداية وعندما يقول مرشدا أتحدث عن مرشد يكون محفزا لك ولكنه ليس أساسيا لك وليس مثل الهاتف يكون معك في كل مكان وأنما هو فقط مرشد مرشد لك فقط لا غير يجعلك تسلك فقط الطريق تصلح فكرك الذي يؤثر على عقلك وعواطفك ولكن الاستمرار والتعلق بالنية يعتمد عليك أنت رقم واحد فنرى كثير من الأشخاص خصوصا في هذا الزمن يسألك هل هناك طريقة واحدة فقط فقط للوصول إلى النجاح الأعلى وترى شخص آخر يقول لك هل هناك طريقة واحدة فقط لكي أغير فكري وشخص آخر يقول لك أعطني أسرار العالمي أجمع فقط في جملة واحدة أستطيع ونفهمها وهذه الاقتراحات بحد ذاتها نابعة عن فكرا مخدر فعندما تقول شيئا واحد ليجمع الكل هو بحد ذاته عمل تاما من النفس بدون طلب أي بحث بدون طلب أي استفسار وهناك من رأى أن الغلبية الصاحقة من البشر تريد مثل هذا الشيء فقاموا باستغلالهم والضحك عليهم مثل السر الأمثل للوصول إلى النجاح في دقيقة والطريقة الأولى للعلاج جميع الأمراض في دقيقتين أو خمس ثواني وفعلا دعبوا هؤلاء الأشخاص لمن يروي عطشهم ويروي عطش سؤالهم بالمحدود ولكن ولكن استقرب هنا من شخصين من سداجة ذلك الشخص الذي لم يبحث وفعلا وفعلا صدق أولئك الذين يبيعون الهواء لكي يعطوه علاجا في ثوانين وفي دقائق ولكن بعد أن يدفع الثمن الباهض ولا يرى العلاج فقل لو الشخص أنت لم تفهم ما يقول وإذا صنع له الأعدار والشخص الذي دو فكر صاحب الفكر المخدر يعود مرة أخرى ليبحث عن شخص آخر يعطيه علاجا أو حلا في دقائق وهكذا حال الأغلبية الصاحقة اليوم العقل المخدر قد يكون فيروس في بعض الأحيان وقد يكون سهل التلعب به من قبلي أولئك الذين يبيعون الهواء أتحدد معكم الآن بالمنطق وأنا لا أطلب منك أن تصدقني ولا أطلب منك أن تقتنع بما أقول ولن تأخذني نزوات الحب المشروط لكي يفرض عليك رأي أما عزيزي عزيزتي إن أردت أن تحصل على التحفيز وأن تصل إلى النجاح يجب عليك أن تزرعها بداخلك وربما إن أردت أن أتحدث عن كيف تزرعها وكيف تصل إليها وكيف تزرع التحفيز الدائم وتجعله كمرجع لك كلما ينتقدك شخص يكونك وقودا لك للتحفيز بدلا يدمرك لا أستطيع أن أقول لك إجابة واضحة الآن لأن هناك أشخاص من فكر مختلف وكل شخص كيف يستقبل فهناك فكر يقول لك فالانتقاد يجعلني أتوقف عن التحفيز وهناك شخص يقول لك لا 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 ليس لدي مشكلة في الانتقاد ولكن لدي مشكلة مع نفسي كيف أتقدم وهناك شخص غير يقول لك لا 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 أنا لدي مشكلة أنني ناجح ولكن لدي مشاكل أنني في فكري يموت التحفيز لأنني في كل مرة أرى أنني سوف أصبح بنكرابت أي بمعنى مفلس ولا أستمتع حتى فحتى ربما أعطي نصيحة لشخص ما عن زرح التحفيز يكون مبنيا على نوع فكرة والعوائق التي هو فيها فإن كان شخص ما قدماه عالقة في الوحل أو عالقة في شيء ما لا أستطيع أن أقول له أعطني يديك سأسحبك إلى الأعلى لأن ليست له مشكلة بيديه وأن المشكلة في قدميه في الوحل الذي هناك فسرعان ما تفق الوحل يخرج ذلك الإنسان وهذا هو المعنى الصحيح للتواصل مع الفكرة الآخر ولكن إخراج الشخص من الوحل الذي علق في قدميه لا يعني من مرة واحدة قد يأخذ شوطا حتى تعلم الشخص أن هذا الشيء هو فقط وحل تخرج قدمه بسهولة القدم الأولى ربما يراها متسخة فيخاف فتقنعه أنه فقط وحل ويقتنع وبسهولة تزيل الوحل تزيل القدم الأخرى حتى يزيل عنه الوحل تماما ويأخذ مدة وهذا هو بعض المثال البسيط الذي أردت أن نوضح فيه أتمنى أن يكون عند الفيديو قد أعطاكم بعض الإلهام يا أعزائي ووضح لكم الصورة شكرا جزيلا أخوكم نضال همالي من قناة أخطر جلسات التعمل شكرا جزيلا شكرا جزيلا